على طريق القدس فقرتنا الأولى في هذا البرنامج ومليارات الدولارات يجري حجبها عن صناعة الأسلحة في كيان الاحتلال خطوة هامة على طريق القدس حرمان الكيان من الاستثمارات التي كانت تقوم بها العديد من الجامعات الكبرى في أمريكا وفي بريطانيا وفي بلجكا وفي أسبانيا لصالح جيش الاحتلال وتستثمر فيها مع شركات عالمية كبرى لوكهيد مارتن وجوجل وأمازون وغيرها وكاتر بيلر في مقدمتها وسوف نستعرض بعضا من هذه العنوين الخبر مثلا يقول أن جامعة هوبكنز أبرمت في ولاية ميريلاند أبرمت اتفاقا مع الطلاب المنطفضين لوقف الاعتصامات مقابل التزام الجامعة بتجميد استثماراتها وإعادة دراستها بالتشاور مع الطلاب لإلغاء كل ما ينطبق عليه الشراكة في جرم الإبادة أي الذي يذهب لصالح كيان الاحتلال من ضمن استثمارات كانت الجامعة تقوم بها مع شركتي براون ونورث إسترن وبالإضافة إلى جوجل وأمازون وبعضها يذهب للوكهيد مارتن لكن تصنع فيها قطع عسكرية مثلا طائرات مسيرة مثلا برامج ذكاء استناعي مثلا برامج تعرف على الوجوه برامج تعرف على الأصوات وكلها يجري استخدامها اليوم في حرب الإبادة في غزة هذا في جامعة هوبكنز كذلك أيضا جامعة كولومبيا جامعة كولومبيا التي يتحرك طلابها من أجل وقف الاستثمارات ويضعون في الأولوية مجموعة من الاستثمارات يقولون أن قيمتها تبلغ 1.2 مليار دولار فقط في جامعة واحدة يتم تزويد جيش الاحتلال فيها ببرامج متطورة من الذكاء الاستناعي هي هذه البرامج التي قيل أن الشاباك يستخدمها في قتل الناشطين الفلسطينيين على قاعدة عملية جوجلة وحوصلة وتخريم يستخلص من خلالها وجوها وقامات ومواصفات جسدية تطلق على أساسها صواريخ الطائرات المسيرة بعضها يكون مصيبا وبعضها عم من باب الاحتمالات طبعا فيقتل المدنيين لا علاقة لهم بالاستهدافات الأصلية أيضا في الجامعات التي تقوم بالمواجهة نأتي إلى الجامعات الأمريكية الأخرى لاحقا لكن جامعة بروكسل مثلا أعلنت الانسحاب من برنامج حول الذكاء الاستناعي تشارك فيه مؤسستان إسرائيليتان والمشاريع تزيد قيمتها عن مليار دولار وأوضح بيان الجامعة أنها بصدد إجراء مراجعة شاملة بالتعاون مع لجنة اختارها الطلاب من بين صفوفهم لتنفيذ هذه المهمة وصوت مجلس إدارة الجامعة ب59 صوتا لصالح إلغاء الاستثمارات مقابل 23 ضب و37 امتنعوا عن التصويت هذه معارك يخوضها طلاب العالم على طريق القدس وهذه معارك ليست مجرد احتجاجا سياسيا لطلب وقف إطلاق النار ولا مجرد تضامن مع الحالة الإنسانية للفلسطينيين بل ليست أيضا حتى دعوة سياسية لدولة فلسطينية أو لتحرير كامل فلسطين هذه خطوات عملية إجرائية تضعف الكيان لا تضعفه معنويا فقط لأن مجرد حجب غطاء الجامعات العالمية عن التعاون مع الكيان وهذا أمر لنعترف لم نكن نعلمه قبل تحرك هؤلاء الطلاب وثورتهم على مساحة العالم إن الذي يجري هو أن الكيان يحرم من استثمارات مادية وما كشفته تحركات الطلاب كما تقول تجربة الطلاب جامعة روتجرز بولاية نيوجيرسي هو أن وزارة الدفاع الأمريكية ووزارة الخارجية الأمريكية ومعهما عديد من الشركات الكبرى المتضامنة مع كيان الاحتلال كانت تستخدم الجامعات كوسيلة لتأمين التمويل لكيان الاحتلال مثلا جامعة كولومبيا تتلقى ثلاثة مليارات دولار في السنة يعني أد ما بيطلق الكيان تتلقى ثلاثة مليارات دولار من وزارة الدفاع من أجل بحوث عسكرية بحوث في الذكاء الاصطناعي بحوث في الطائرات المسيرة بحوث في منظومات الاتصالات في الاتصال بين الأرض وبين الأقمار الصناعية لكن كلها لحساب جيش الاحتلال يعني حاصلوا الدراسات التي تجريها الجامعة ويجريها الطلاب والأساتذة في الجامعة وما ينتج عنها من تصنيع لوجستيات للاستخدام يذهبوا إلى جيش الاحتلال بتمويل من وزارة الدفاع الأمريكية وطبعا بعض رؤساء الجامعات قالوا للطلاب أنهم يخشون الاستجابة ليس لأنهم متضامنون مع الكيان بل لأن جزءا كبيرا من تمويل الجامعة إنما يأتي من خلال هذه المساهمات التي تقوم بها شركات كبرى مثل ماكدونالد ومثل سواها من الشركات الداعمة لكيان الاحتلال لكن الشركة الأكثر إسهاما كانت شركة لوكهيد مارتن وشركة كاتر بيلر كاتر بيلر التي تصنع كل الجرافات التي تستخدم في بناء المستوطنات والتي تدخل إلى قطاع غزة والتي تقوم بجرف البيوت والتي تقتلع بيوت الناشطين من جذورها في الضفة الغربية هذه رغم الكثير من الضغوط التي تعرضت لها كاتر بيلر رفضت الاستجابة منذ زمن طويل منذ مقتل الناشطة الأمريكية الشهيدة راشل كوري بجرافة أمريكية كان يقودها جندي في جيش الاحتلال تعرضت الشركة لمراسلات ولضغوط ولمطالبات وهي لم تستجب الآن جامعات أمريكية كبرى تتخذ قرارا بمقاطعة شركة كاتر بيلر بصفتها سفيرا لكيان الاحتلال داخل المجتمع الأمريكي مثلا عندما نتحدث عن جامعة برشلونة أيضا التي أخذت قرارا بسحب استثماراتها وتوقيف كل أشكال التعاون مع جيش الاحتلال وهذه الجامعة مثلها جامعة براون في مدينة بروفانس بولاية رود آيلاند الأمريكية أيضا توصلت إلى اتفاق مع الطلاب من أجل وقف أي استثمارات في جيش الاحتلال ومنشآته ومؤسساته ومثلها جامعة كامبرج وعدد آخر من الجامعات التي تقول لنا حقيقة إن ما قام به طلاب العالم ليس مجرد إطلاق صرخة سياسية وليس مجرد مناشدة من أجل وقف إطلاق النار وليس مجرد تضامن إنساني مع الشعب الفلسطيني إنهم قاموا بخطوات عملية تذل معنويا جيش الاحتلال وتحرمه من موارد أساسية في مجال التقنيات وفي مجال التمويل بوركة الهمم وبوركة الأيدي وبوركة الأصوات وبوركة الحركة الطلابية العالمية